بودكاست سكاي نيوز عربية المحفظة المحفظة البيتكوين من مناطق 16 ألف دولار تخطى الـ 52 ألف دولار بعد أن كان كثيرون فقدوا الثقة فيه لكن اليوم مع الاعترافات العالمية ودخوله بالتداول في البورصات العالمية أيضا يبدو أنه في طريقه ليحصد قيمة سوقية لم يتخطاها منذ ظهر لكن تبقى المخاطرة جزءا كبيرا جدا في التداول والاستثمار فيه حلقة جديدة من المحفظة تأتيكم عبر منصة بودكاست سكاي نيوز عربية على أبل جوجل سبوتيفاي أنغامي والعديد من المنصات الأخرى في أعدادها وتقديمها أحمد الآغة ومن الإخراج غسان أبو مريم على مدى الحلقات الماضية التي كان محتواها عن البيتكوين توقع المهندس وخبير العملات الرقمية ياسر الطرونة وصوله لمئات الآلاف من الدولارات للعملة الواحدة وهذه المرة يسجل ارتفاعا مباغتا تجاوز ثلاثة أضعف نعم لأنه إحنا في سوق صاعد بدأ من شهر عصرة أنا برأيي السوق الصاعد دي بوري كران يعني للبيتكوين لما شفنا سير البيتكوين عم بسعد من أسعار تقريبا لا لا 27 ألف دولار لا لا أسعار 16 ألف دولار وهو القاع اللي شفناه عند الضبط الـ 15 ألف 300 هذا كانت نهاية السوق الهاتف بعدها طابعنا إغلاقات فوق مناطق 30 ألف دولار في شهر عصرة هنا طابعنا تأكيد أنه إحنا في سوق صاعد الإغلاقات التي صارت فوق 30 ألف دولار تقريبا في تاريخ بالضبط 25 عشرة بدأ السوق الصاعد بقوة هلأ عم نشوف البيتكوين يعني بسبب أخبار بإيثيئة كنا نتبكر في واضحة الإثمارية كان فيها رهيب جدا على السوق رفع البيتكوين لـ 49 ألف وقت سدوره بالصاعد بس لكن وقتها ما كان في نتيجة واضحة أو انعكاس واضحة على السوق لا هي واضحة النتيجة بس الفكرة أنه دائما أنه الخبر لما يطلع يصير فيه عمليات بيع على الخبر واضحة شفناه إحنا نزل البيتكوين من 49 ألف لمناطق 38500 بتاريخ 23 واحد 11 واحد الخبر وفي 23 واحد وصل البيتكوين لـ 38500 بعدها أكمل صوت بدأ رجفت لكم صوت عليهم بسنين وخمسين ألف وخمسمائة دولار أنه خبر الأيتي أف أكيد رح يأخذ وقت لما التنظيف الاستثمارية تبدأ حملة الدعاية لبيع هذا المنتج مؤشرات البيتكوين للعملاء اللي عندهم وبرضو يعملوا بحملة دعاية على الانفرنت علما أنه قبل أيام جوجل بلش يعمل دعاية وصولت يخلص استثمار هاي وأربط وقع الـ ETF الكبير يعني الـ ETF FX أوكي تأثير الـ ETF خلينا نحن بها المستقبل تأثير الـ ETF نفسه خبر لسه برضو ما أجاب يعني رح نشوفه الصهر سبعة يعني حتى الارتفاعات اللي عم نشوفها هاي الارتفاعات بسيطة جدا لقابل الارتفاعات اللي عم نشوفها في شهر سبعة أو سبعة ثمانية اللي رح تاخذ الـ BTC لـ 100 ألاف دولار مش ميت ألف مئات ألاف دولار طيب الفترة الحالية إلى أين سيصل؟ الفترة الحالية رح نشوف بيتكوين طاعد لمراقب ممكن 60 ألف دولار 62 ألف دولار منها يصير في تصحيحات لما تحت ما دول 30 ألف دولار وبعدها الانفجارات السرية لـ 100 ألاف دولار مئات ألاف دولارات ليس مئات ألاف دولارات أنا شايفي بتكون ما بين 300 لـ 500 ألاف دولار على الفرق ما بين السوق الصاعد هاو والسوق الصاعد اللي شدناه في 2021-2017 والسوق الصاعد اللي إحنا فيه قائم على الـ Institution اللي هم هنقول مش الأفراد الأفراد رح يجوا متأخرين بسبب أخبار الـ ETF رح نشوف السوق الصاعد خلال البول ماركت اللي إحنا فيه بيختلف عن السوق الصاعد اللي في 2013 وبالـ 2021 رح نشوف انتجارات سهرية بناءًا على مش الأفراد بناءًا على التنظيف الستثنارية والمتداولين المحترفين في وولد ستريت اللي بتداولوا في مئات المليون مليارات دولارات وكلها كان عقل مرة حتنا اللعبة اختلفة بدنا نتعود وشوف بيتكوين برتفاع 15 ألف دولار 20 ألف دولار كمان بشامعة بنفس الوقت تصحيحات برضو عنيفة بنفس الزوب يعني تصحيحات عقرة 20 ألف دولار بيتكوين نتجه إلى 6 خانات بالتأكيد 100 ألف دولار بالنسبة لي يعني أنا كل ذاكتين في هذا الشيء رح نشوف بلغة 300 ألف دولار طيب العملات الأخرى يا مهندس ياسر جالك بالحديث في أشياء في البول ماركت هاي عم بنشوف تختلف البول ماركت أسماء الماضية فينا فروتوكولات جديدة زي المين شوفنا احنا بنهاية 2021 دودش كوين اذا تذكر كانت بسرط إيلون ماس بتغريدة كان يوصلها للقمر نعم في ناس عملوا ملايينة من وراء الاستفافع بالدودش كوين وخلال الفترة هذا يكثر في عملات كثيرة على منهج المين بس ما كان في حضارة بيها طبعا المين كالتر على انترنت شيء حقيقي غير يعني بقى 12 ساعة قريب على انترنت فاستخدم المين بشكل يوم ببعث مين لأبحاري والمين للناس على تويتر على الواتف هاي المين بلا مشاريع لهذه العملات هي عبارة عنصورة فقط غير مضحكة لتعبير يعني لتعبير نقول عقليتك خلال اللحظة مبسوط اعلان الدايك الاخره اتبع سميم وإحنا شفنا بشهر الاربعة سنة الماضية شفنا عمل اذنها اتبع ارتفعت الفجرة في السعر من رأس مال كان 300000 دولار ماركت كاب إلى 1.7 مليار دولار في 19 يوم ما في ولا أصل تأسواق المال هي حضارة ميم معروفة على الانترمات ضدها لدونه أفضل معروف يعني معروفش بطولته فهو شيء مضحك ولكن هذا المشروع جاب لإملاك رقمية أو ميم شفنا بعدها انفيدارات سارية بعملة تانية عنه على شفنا عملها تانية برضه زي على صلعنا وقبل فترة قبل أسبوعات تقريبا شفنا عمله بورك اللي هي المفروض تكون إنها فترة بورك برضه تجارات تارية أربع مليون دولار خلال أربع أيام مع فترة خلال وصل البيتكوين لواحد تريليون دولار نعم يعني بالحديث عن البيتكوين هو واحد تريليون دولار وحي وصل أكثر حاليا هو البيتكوين كأصل أخذ مكان بيركشير اللي هو صندوق الستثماني نبع وورم بورك وأنا برشوف البيتكوين خلال التوقصات رح يكون تحت الزهب رح يكون ما في شي يعني رح ياخذ الفيسبوك ورح ياخذ أبل رح يصعد يعني رح يصعد 7 تريليون دولار كماركت كان بس بالحديث عن الميل والميل كالتر خلال البول ماركت هذا بدي أذكر الكل أنه خلال البول ماركت الماضي رأسنا العملاء ترسمية كان 3.5 تريليون دولار 10 بالميل كانت في الميل اللي هي 350 مليار 80 مليار دولار منها كان في توتكوين ما كان في ميل كالتر خلال الفترة حديقة بالأثير واحد وش خلال الثلاثنوات الماضية بدأت النصان الماضية نحن نشوف إقبال عالي على الميم مخاطرة كبيرة مهندس مخاطرة عالية جدا ولكن الجيل اللي الزيد ما بده يدرس أغراق بيضاء ويتعلم بروتوكولات مثل الديفاي والديكس والأمور اللي نحن 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 وستخدامات التكنولوجيا لتغيير حياتنا الجيل اللي يشتري عملة بمئة دولار ويعمل ممكن مئة ألف أو خمسين ألف أو يخسر هاي الميم عم بتصير زي الكابينو لل كريفتو كرينسيز فأنا بتوقع رأسنان العملات الرقمية رح يوصل لعشرة تريليون دولار أو 15 تريليون دولار بناء عداتها من السنة الماضية 10% من هذا الرقم رح يكون في الميم فرح نشوف من تريليون إلى 1.5 تريليون دولار في الميم وحضارة الميم رح تنتعش بشكل رهيب جدا للفترة هاي ورح نشوف مليونيرية جداد في العملات الرسمية خمزول ما عندهم خبرة عالية في العملات الرسمية ولكن حذفهم متحظ ويشتروا ميم مرحلة حاليا مرحلة كانت أول خطوة بتنظيم البيتكوين ورح نشوف بعدها ورح نشوف حكومات إقبال لحكومات بعد مرحلة التنظيم مش هسا الحين خلال فترة هاي رح نشوف تنظيم بعدها تشتيت رح يكون رح يكون في إغلاق لكتير شركات ورح يكون في تعياب على الكريبتول لفروتكولات الكريبتول عشان ينظموها أكتر وأكتر أو يشدد بتنظيم بعدها رح نشوف إقبال لحكومات ممكن رح تكون خلال فترة الـ 2026 و2027 أنا في رأي البيتكوين هو عملة الإنترنت يعني إن كانت الحكومات رح تنظموا أو لا ولكن الحكومات تحتاج أنها تنظموا لأنه هو شكل مشكل الحضارة اللي إحنا عايشين هكي جيل جديد معظم الناس اللي فنقول موليد السيناس والثامنين بيعرفوا عن البيتكوين فمعبالك موليد الألثين يعني موليد الألثين تستخدم البيتكوين بشكل يومي هذول السباب يعني رح يطيروا المهندسين والتكاثرة وهم المجتمع الصادر ما رح يختنوا في استخدام البنك يعني إذا تحاول ترسل فلوس عن طريق البنك فهي تاخد من ثلاث إلى خمس أيام عمل أنا بحكي عن أموال الانترناشن يعني في بيتكوين صلى العصر بطايا تكون فهذا الأشي ففي كثير أمور ما رح يستهبوها عن طريق البنك فرح تكون تعاملهم في البيتكوين والإنما طرق مياه شيء من طبيعتهم شيء من تقدم الحضارة فأنا برأيي يعني قبل 2030 رح نشوف الحكومات العالمية عم بتقنم وبتنظم البتكوين وفي إقبال وشهية ورح نشوف البتكوين مش بسفوك الصاعد هذ بسفوك الصاعد هذ رح نشوف بيتكوين ستخانات لا محالة رح نشوف ما بين 300.000 وصمليون دولار ورح يستقب عن ستخانات الله أعلم الأخبار الوالدة من اليابان تتحدث عن اعترافات بهذه العملات وحتى يعني إعطاء أوامر للبنوك باستخدام بعض العملات المشفرة للتعاملات النقدية في المستقبل هل هذا صحيح؟ كبير بلدان قانونة بيتكوين مش بس اليابان يعني اتمية يعني مش بس بيتكوين عملات اتمية لكن حاليا البلدان اللي قانونة باستخدام هذه الدول تتعامل بالبيتكوين؟ تتعامل بالبيتكوين هناك صرفات للبيتكوين كما يسمون بيتكوين بيتكوين وفي بيتكوين وفي طريقة الى كيف تتبيع وتشتري وتشتري عقارات يعني يعني يعد سلعة هو مش عملة للحظة يعني ومعترفين فأنت بتحكي عن نقلة للبيتكوين من من 2017 من لما أنا شفت أول سوق صاعد للحظة نقلة يعني واضحة جدا أنه نحن نقبلين على هذا العالم إلى هنا وصلنا لختام هذه الحلقة من المحفظة والتي أتتكم عبر منصة بودكاست كاي نيوز عربية على أبل جوجل سبوتيفاي أنغامي والعديد من المنصات الأخرى في أعدادها وتقديمها كنت معكم أحمد الآغة ومن الإخراج غسان أبو مريم في نهاية أنت أدرا فقرارك بين يديك المحفظة